و ها هما القرشلات موجودين باقي دخان خرجهم الفرنان ها هما قرمشين اقتصاديين لملا هيا لن نتحنية سوف ترون انتم ماذا في الاسواق لكي تباعوا عند الوقت لهم اذا ندرهم في الدار و نبرعوا روزنا روزهم مقرمشين لا تخافوا منهم يللي خرجوا من الفرنان ها يكونوا شو يرطبين ولكن غير يبدوا يبردو مقرمشين وزبينين حلاوهية هذي لكي بغير يزيد حلاوه كي بغير حلاوه يزيد شوية ثقار على ذاك شي درت انا اما ناجر مدق هو هذك كنتمنى تجربوهم و وصفتنا لإعجاب ديركم إلا كنتوا اول مرة تشوفوا القناة كنتمنى تشاركوها مع العائدة الاصدقاء ورا موجود الوصفات من كل فن طرب والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم غاديمشق معكم وصفة القراشل القراشل اللي حلوين المقادر اللي عندنا المكونات وهو كاسي الحليب انا اختارت بدون لكتوز حيث عندي حساسية اللكتوز تقدروا تقضوا حليب عادي او ممكن تعوضوه بكاس عصير الليمون عندي هنا الزيت اه خضيت كيسام صغر باش مغش انا نضعوا حد كمية كثيرة غير باش نضعوا موية من التوحشته موصفة انا اشاركو معاكم شوية سكر اذا شفتو هاد الكاس صغر من هادو وخل الاشكال رك يتشابهو ولكن الحجم رك مختلف باش ميجنونش حلوين شوية الملحة بيضة فانية وخمارة نضع نصفها اضعت هنا ميزينة من ججلان وحبت حلاوة ونافة سوف نشوف ايش نضع هذا السنوج وعندي هنا ها هي الدراء منيلة بساف هذه مشرية هنية مهمة منيلة باش نضعهم اقتصاديا را عندي ميكس بيها هو ولكن بغت نضعهم اقتصاديا سوف نشوف كيفاش شوية بغت نضع كما تشوف هنا كما تشوف هنا كما يقليلة ها هي صفراء وعندي الأرز الغربي 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 ميزينة ثاني ميزينة سوف نشوف كما تشوف من الأول سوف نضع السوائل الحليب الزيت والكسانر سوف نضع كمية كبيرة سوف نضع كمية صغيرة سوف نضع بحالي او قليل نصف سوف نضع سوف نضع قليل ملح سوف نحل القرحة كاملة سوف نضع سوف نضع سوف نضع سوف نضع سوف نضع البيضاء سوف نضع سوف نضع سوف نضع نصف خمارة كما تعرفون هنا في أوروبا سوف نضع الخمارة سوف نضع نضع نصف خمارة تقريبا نصف سوف نضع سوف نضع سوف نضع سوف نضع سوف نضع سوف نضع دقيقات او سوف نضع سوف نضع نضع سوف نضع السامن سوف نضع السامن سوف نضع الأرز جميع نضع فهذه أريد جميع تقريب القياس سمعني قلت القوز العجيب و يريد أن يعرف ما هو الذي لديه في القناة طريقة عجيبة قريبا نجمعه سوف نزيد قليلا سوف ندير الميزة سوف نضع المعلقة سوف نضع أحد جيد معلق وهما كما ترى الاربعات بشهر الأ PO3 لا سوف يكون اكتب قليلا اضافة اربعة المعالق اضافة المعالق الانشاء سوف تبدأ قليلا اضافة اضافة المعالقة اضافة المعالقة اضافة المعالقة تحتاجة اسمها لاحسنو سوف نقوم بعمل دبائدية ويلخصها نزال سوف نضيف دقيق القرص سوف نزيده بقى جارية سوف نزيد ثاني سوف نضيف ججم عالق ججم عالق كبر اي دقيق مسنى او سوف يتستغنو علي ماشي ضروري سوف نزيده قاعد في الدقيق الارض حتى تجمع كي لا يأتي الفيديو طويل سوف يدخل فيها هذا الطقيق و سوف يرشن معكم سافي بعدما جمعت العجينة اجبت كميت هذا الطقيق الارز كامل سوف يدخل حرابل و سوف يدخل حربلات كميت لكم على هذا الشكل او الشكل اللي بغيتو انا بغيب الموس بغيتو انتو ما تدخلوش شكيلات سوف يدخل حسب الطاقة لكم سوف نقوم بعمل فيديو طويل سوف يدخلهم بشكل هذا الشكل تقليدين لقدام وزمان بغيتو تديروهم شكوادرة كما عموديين ممكن بغيتو تديروهم مربعين مستطيلين اي شكل سوف يدخلهم في البطا حتى نكمل و سوف ندخلهم لفران سوف يدخلهم اشتركوا في القناة